الضفدعة الرقطاء الصفات العامة الضفدعة الرقطاء حيوان فقاري من البرمائيات يمتلك جسمها أجهزة تكيفت لتساعدها على العيش في البر والبحر وتلك الأجهزة هي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الوعائي والجهاز الإخراجي والجهاز العصبي والجهاز التناسلي يتكون جسم الضفدعة من رأس وجذع فقط بدون رقبة أو ذيل فهي من مجموعة البتراوات أو عديمة الذيل تمتلك الضفدعة الرقطاء فتحتين خارجيتين للأنف أعلى الفم وتتميز العينان بأنهما مغطتان بغشاء شفاف يحمي الضفدعة أثناء وجودها في الماء على جانبي العين يوجد غشاء طبلي يساعدها على السماع والإحساس بالاهتزازات تساعدها أطرافها الأمامية والخلفية على السباحة والمشي والقفز والحفر بحيث تتميز أطرافها الخلفية بالطول والقوة وتنتهي بخمس أصابع أما أطرافها الأمامية فتتميز بالقصر والضعف وتنتهي بأربع أصابع تمتلك الضفدعة في قدمها أغشية بين الأصابع تمكنها من السباحة تظهر الضفادع تنوعا جنسيا فذكر الضفدع يتميز بوجود أكياس صوتية تحت الحلق لا توجد في الأنثى والتي تمكنه من إصدار الأصوات